أنا عاوز أتكلم عن السبب الرئيسي أو الأسباب الرئيسية التي ولدت هذا الموقع أو هذا الواقع ده مهم جداً أنه ما نبتر الأشياء أولاً أنا ببتدي بالوضع في الدولة السودانية الوضع في السودان وضع كارثي من الناحية السياسية والدولة دي دولة آهلة للانهيار هذا الوضع يعني بشكل يعني مشكلة لكل الناس وكل الفئات السودانية السالبة والموجبة هي يعني لها يعني تأثير في هذا الوضع أو في خلق هذا الوضع كلهم طبعاً من الموقع بتاعه الحاصل المعروف أو الشاهد أنه تدعي تحاصل الوضع يعني على الشعب السوداني وفي وضع فيه تنامي لخطاب القراهية والجهوية والمناطقية دي بيعني تفتيت الدولة السودانية إلى بنفس التقسيمات إلى مناطق ولاحقاً إلى يعني مجموعات إثنية ودي بتخليك كارثة في دولة مثل السودان إنت لو نظرت لدولة مثل الصومال إنت بتلقى أنه الصومالين دي الإثنية واحدة وأقيدتهم واحدة لكن الدولة ما قادرة تتلم حتى العن من منتصف السبعينات سيريا نفس الحكاية لبنان نفسها على إيراق لكلها دول ذات مجموعة إيرقية واحدة وفي نفس الوقت ذات عقيدة واحدة السودان أكثر من 500 مجموعة إيرقية وأكثر من مكون جغرافي سيكون له تأثير على دولة جنوب السودان إذا ينحار دولة الإثيوبية شاد مصر لأن السودان ده هو يعني هو بمسابة باللغة العامة هو مسمار النص لكل هذه الدول في شرق وشمال إفريغيا طيب ده الوضع حسنا صورة ديكتوبر يعني ولدت وخلقت واقع جديد في السودان اللي هو يعني إنهاء نظام ديكتاتوري يعني مثل على الشعب السوداني لمدة 30 عام بالوسائل السلمية قام الصورة قاموا بيع الشباب بطريقة سلمية وهذه الصورة تكاملت مع ثورات أخرى كانت في الريف وهو حركات الكفاح المسلح يعني السودان في الخمسين سنة أو الستين سنة كان في حرب أهلية مع نفسه الثورة دي حسمت حاجة مهمة جدا المنايج ما في حاجة يسموه إنهياز ما أسوا يا شلت السلطة يا ما شلطة أنت بتنحاس كيف لكن أي إنقلاب له حاضنة سياسية الإنقلاب لشعل البشير لأحاضنة سياسية اسمه صورة اسمه الشباب واسمه صورة ديسمبر وشعلة الدكتاتور والداتوسين في نفس الوقت اللي هي خلغت شراكة بين الديسمبريين بين الشباب بين الصوار والعسكر هذه الشراكة وضعت لها معايير وقوائد للفترة الانتقالية في وسيغة اسمه الوسيغة الدستورية لحكم هذه الفترة الانتقالية إلى نهاياتها والنهايات هذه بتفضي إلى انتخابات وتسليم السلطة لحكومة مدنية ده الحدف الرئيسي في هذه الشراكة لكن ممارسة تنفيذ هذه الشراكة معلوم للسودانيين كلهم ولكل زول خارجي وداخل السودان أن الشراكة كان فيها تشاكس كثير جدا جدا كان فيها تشاكس دي لاحد اتهام وتقوين المكونات لبعضها البعض ولكل يدهي الثورية أكثر من الآخر أدى التشاكس دي والتباعد في العراه إلى كراهية وإلى التشاكي من بعض في اللحظات دي نحن وقعنا اتفاق سلام كأحدى شعارات الصورة حرية سلام وعدالة وإترفنا أولا بالوثيقة الدستورية رغم أننا لم نكن جزو يعني مشارك فيها وضفنا فيها بعض البنوت قال له أنه هي اتفاقية جوبا جزو لا يتجزع من الوثيقة الدستورية ما لا يترغف بالمكونات الوضعات هذه الوثيقة الدستورية أنهما كانوا المكون المدني والمكون العسكري هذا كان أحد بيننا وبين هذين المكونين وصرنا برضو مكون مؤسر في إدارة الفترة الانتقالية في الدولة السودانية لكن برضو التشاكوس والتصارو استمر وألقى بظلاله كله على الوضع وزي ما قلت أنه الوضع ذاته صار أنه فيه شخصنا للقضايا والأشياء وشمولية في الإشارات الإشارات ذاته بيجد فيها شمولية العسكر وفي الأسكر ذاته الناس بيجد تتكلم في في أسماء معينة الحرية والتغيير ذاته من الناحية الثانية كمكون ما كان متجانس وفيه أيضا قضايا بينهم ذاته قضايا وعدم التحدث بصوت واحد دخلت انطباعات مباينة لكل المكونات الأخرى أنه هناك عدم تجانس وعدم التجانس ذي بيخلق ضعف في المكون بيخلق آراء متباينة كلها دي بتخلق ضعف في المكون الواحد طبعا ريزول بل حسب المنظور بتاو في كيفير رحازي الاشياء الهوار بين المكونات حتى المكون المدني كان فيه صعوبة أنه كيف من التفقه ذاته يكون كان في المجلس المركزي كان في حزب الومة كان في مؤقرين كان في الشعي كلهم يزون بينظر للقضية السودانية والوضع السوداني من منظور مختلف براء الاشياء من منظوره هو برضو للوضع ذاته خلق برضو مكونات أخرى سواء كانت موجودة أم غير موجودة سموا نفسهم بالأسماع لهم برضو هم يريدوها لكن صارت وزحرت في المكون والوضع السياسي السوداني طيب كل المكونات دي أي طرف كان بدافع عن نفسه وعن مخاوفه وعن مصالحه وعن طموحاته بدون ما يطراها للطرف الآخر الحراكة السلمية برضو يعني ما تفتكر أنه ملائكة برضو فيه تفلتات يعني أنت برضو ممكن تلقى ناس متفلتين في اللي نهاية فضوضيه التحدي الثاني هو التحدي الإغليمي التحدي الإغليمي أنه نحن جزء من جزء من الاتحاد الإفريقي حسي الوضوية بتاعت السودان واللقى في الاتحاد الإفريقي والإيقاد ما تنسى أنه رئيس الإيقاد هو الدكتور أبدالله حمدوق هو حسي في في الاتقال في المستوى العالمي عند الدول الترايكة انطلعت بيانات ثم بيانات ثم بيانات وعندها رأي واضح خالص خالص مع المجتمع الدولي والعراضي يعني قد تكون متطابقة مع مع عراض الشارع ليس لأنه حبا في الشارع لكن لأنه ده مبدأهم هو بتكلوا من المبدأ هذا المبدأ تطابق ما يقال في الشارع وهذا المبدأ مش مبدأ سابت لأنه المبدأ السابت هو برضو بتحول وفق المصالح وفق الأوضاء فيه في تحدي تاني رابع هو وضع بتاعتفاقية يبقى للسلام الوقع في 23 أكتوبر 2020 كل الاعتبارات والتحديات ما هم في طريقة أنه يزول يقلل من شعنها من كل هذه المكونات هذه التحديات كلها هي elements بتجير السودان إلى الحاوية إذا لم تدار بطريقة عقلانية وبطريقة كويسة برضو تحدي الآخر هو الاعتقالات كوسيلة للدفاع أو ربما تعديبية ودي يعني أخطاء برضو واحد من الأخطاء الممكن تكون أخطاء جسيما لأنه لو اعتقلت زول أو حبست زول إشان راي وهو ما شاير السلاح هو ما ضربك يعني الحراك السياسي بيواجه بحراك سياسي الحج يقرأ بالحج وليس بالعنف فالإنسان أساسا بيقتني بقوة الحججية التي تبي بيقولها أنا من حقي أكون دي مطالب من حقي أقول رأيي ومن حقق أنك تدعف عن رأيك ومن حقق أنك يعني تقدم الحجج في رأيك إلى أن نلتقي في منطقة معينة في النص ونتفق عليه أو معناه فالوضع ده برضو خلق الوضع ده ده المعالجة المعالجة دي فيها بعض الخطورات برضو فيها خطورة شديدة جدا يوم الحراك كنتوا شايفوا في الشارع عنده ثمنه وعنده حاجات كثيرة جدا لكن أنا بشوف والمكون العسكري هو بيقول أنه على استعداد أنه يحاور والمكون المدني برضو بيقول أنه عنده استعداد أنه يحاور لكن أي بطريقته دي اللي بيشوفه بطريقته يعني المكون المدني بيقول الرجوع إلى 24 وبعد ذلك نبتدي الحوار صحيح قبله وما كانت فيه 24 أنه أحد دينا رجع ليه ماذا كان الحراك في ذلك ده برضو لازم يخطه في الاعتبار والنتيجة للحراك دي حصل حسي المكون العسكري لأنه يندو السلطة في يده وعاوز يضع معايير وتقنين لهذه السلطة وبدأ فعلا هو في المجلس مجلس السيادي كانوا موجودين فيه فقط سلاسة أنا وزملاي الطاهر والحادي إدريس ليه لأنه القرارات بتاعة 25 لم تشمل الموقعين على اتفاقية السلام طيب أمباريه استكمل هذا المجلس بأنه ويد تعيين خمسة من الناس اللي كانوا في المجلس أصلا والعسكريين زايد الرجع وتم تعيين أربع آخرين كمكون مدني الناس قد يتوافقوا معه وفي ناس قد برضو يرفضوها بقوة شديدة جدا في ناس ممكن برضو يتوافقوا معه وفي من من هو لا ذاك لا 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 لكن ده وضع يعني معروف وده واحد من الأسئلة اللي سألتها هل أنا موافقة لها صال أساسا لم تشملني القرارات بتاعت خمسة وعشرين هنا فالسؤال ده كان مفروض يكون مبادري جدا من 25 انت لم تشملكم هذه القرارات ما هو موقفكم أنا بجي للموظف ده 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 مش توضيه ودير ليه مثلا من من وجهة نظر المكونة العسكري الذي عمل الانقلاب ومن وجهة نظر نحن في جنة الكور إيشو هناك أنه هناك اتفاقية السلام وإلقاء اتفاقية السلام أول محاولة بتاعت أنه يعني المساس بها لها تدعيات أخرى وهذه التدعيات لحد ما حتكون في شارع الخرطوب هتكون خارج شارع الخرطوب وما في زول بيسترع لها فدي الموضوع ما موضوع بتاعت حال أنه شعورك أو هل عن عاد طبعا نحن التلاتة ما تم نحن كنا موجودين في هذه ده برضو ده يعني كلام كتير ما الدور بتاعنا حيكون شنو في الوقت ده حاجة تانية انت ده السؤال اللي كان مفروض الخطوة دي ما حتكيف على كده الخطوة دي برضو حتليها خطوات ولكن هم هذه الخطوات وهي خطوة مفصلية وكيفية تعيين الحكومة المدنية ورئيس الوزراء دي خطوة مفصلية في حاجات كثيرة جدا جدا برضو الوقت قد لا يسمح ان الناس يتكلم فيها لكن هي من الخطوات المفصلية طيب الوضع الآن نسميه ما نسميه يعني السلطة زي ما قلت مية في المية في يد جهة معينة بيحاول انه يوزي هذه السلطة بالطريقة اللي هو براها وبيحاول انه يخلق حوار برؤية بين وجهات نظره يعني وانشان هشوفنا الكيفية التعاطي مع الوضع دي بعد 25 اكتوبر زي ما قلت الشعري عنده رأي بيقول تسقط بس الى الجحيم الشعري برضو بيطالب الرجوع الى 25 اكتوبر وبعدها يمكن الحوار والتفاوض وهذا الحوار اوز خلق بيئة بصريحة العبارة هو اطلاق صراحة المعتقلين وده انا معاوه مية في المية المجتمع الدولي يعني يعني زي ما قلت بيردد مطالب الشعري عن مبادي وليست انه الشعري بطالبة وخرر غيرا السلطة مية في المية في يد الساكر انا شخصيا بشوف انه ما في خروج من هذا المعزق الا الحوار القروج من هذا المعزق هو الحوار نحن ما مربوط بوقت زماني ولا وقت زماني ما وخر السلطة موجودة هنا وانت دائرة عاور حل انه لو نظرنا الى مطعمينا ونظرنا الى مواقعنا ونظرنا الى مكوناتنا والى هزابنا انه كل المكونات دي ما هتمشي شبير وفي النهاية المشكلة هتقع على الدولة السودانية وانهيارها فيه اجراءات حسنة طبعا ادارية ماشا طيب ماذا بعد نفسي العسكر هما داروا القطب لانه كانوا قطبانين وصل عليهم حاجات حصل عليهم كثيرة حصل عليهم باستفزاز القطب ده داروش على السلطة السؤال داروا القطب بتاعهم في الوقت داك برضو بالشعر ومع اله عالت الى الوضع الحسي وكان فيه انشقاق باناتهم انا شايف هناك طريق ثالث الطريق الثالث اذا ما ماشينا فيه انا برضو شايف انهيار الدولة السودانية بعدين ما كلنا المكونات دي ما هتكون عندهم دولة سودانية هنكون عندنا دبيلات سودانية ومواقع سودانية وما بنعرف بعدين نديرة كيف ويمكن بعد داك يكون القوي يأكل الضعيف ودي وضع ان احنا ما مفروض كسودانين نخش فيه مفروض انه كلنا نتدارك ونعرف انه في خطورة والنتيجة لهذه الخطورة كل الاطراف لازم تتحرك نحو 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 الاخر للا ان كلنا نلجي طريق الثالث ونجيب على هذا الطريق الثالث فمن موقع لا بديل للحوار الا الحوار ده الحاجة الوحيد ليس انه الحوار ده ما في طرف يكون عنده يعني الصوت العالي او نعزم ناس تفكو في حتة معينة انه انه ممكن يتعايشوا معها بعدين لما تتكلم عن الحوار وانتفاوض انت ما بتتفاوض مع صديق ولا بتتفاوض مع اخ انت بتتفاوض دائما مع جهة او شخص انتك مصالح معه وهذه المصالح متطررة او زول انتك ادعوة معه وانت داير ترد هذه الادعوة او داير ترد الحاصل ففي السودان الوقت الحسد ده وكيد محتاج لتعقل محتاج لتعقل وادارة الازمة بطريقة ينقص هذا البلد ترجمة نانسي قنقص